رياضيا يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 حيث يواجه منتخب مصر نظيره الكرواتي في التاسع ونصف مساء وتستضيف السويد وبولندا منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 29 من يناير بمشاركة 32 منتخبة تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى السويد وبولندا لمتابعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 مع تدشين المنتخب الوطني الأول انطلاقته في البطولة حيث يتواجد في المجموعة السابعة وتضم إلى جواره كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة مشاركات المنتخب المصري لكرة اليد في المنديال هي الأقوى والأفضل في القارة السمراء في التاريخ إذ يمتلك المنتخب الوطني لكرة اليد رقما قياسيا مسجلا باسمه حيث يعد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في منديال كرة اليد برصيد 16 مشاركة وكانت أولى مشاركات المنتخب المصري في منديال اليد في نسخة عام 1964 عندما احتل المركز الرابع عشر المنتخب المصري لكرة اليد قدم نسخة استثنائية على المستوى الفني في البطولة التي استضافتها مصر في عام 2021 قبل أن يودع منافسات البطولة من دور الثمانية أمام الدنمار كحامل اللقب بالضربات التريحية لينهي البطولة في المركز السابع ليصبح ثاني أفضل إنجاز مصري منذ الوصول للمربع ذهبي في منديال فرنسا 2001 وحصد المركز الرابع وبالإضافة لكونه أول منتخب عربي ينجح في التأهل للمربع ذهبي في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة اليد تتطلع كتيبة المدرب الإسباني باروندو خلال البطولة الحالية لتحقيق إنجاز أفضل مما تحقق في نسخة عام 2001 وتسطير أسمائهم في تاريخ بطولات العالم ورغم غياب بعض العناصر الأساسية عن المنتخب الوطني وعلى رأسهم القائد أحمد الأحمر بعد اعتزاله الدولي وكذلك يحيى خالد نجم فريق فيز بريم المجري تطمح الجماهير المصرية إلى إنجاز جديد في كرة اليد